في الفيديو ده هنتعرف على اداة جديدة تقدر تستخدمها في تحويل اي نص الى فيديو يعني تقدر تكتب النص للزكاة الاصطناعي وهو يلدلك منه فيديو مباشرة بدقطة زر خلينا نتعرف على الاداة بالتفصيل ولكن بعد الانترو السلام عليكم انا احمد ودي قناة من رسالة المعلومات لأول مرة تتفرج على القناة اكد ان انت عمل لايك واشتراك عشان تتابع عندنا كل جديد وانا قدمت ادوات كتيرة جدا سابقة في الزكاة الاصطناعية تقدر تستخدمها في تحويل اي نص الى فيديو باستخدام الزكاة الاصطناعي وفي الفيديو ده اداة جديدة تقدر تستخدمها برضو لنفس الشيء وهي اداة وطبعا هتقدر تستخدمها في تحويل اي نص الى فيديو وهو شروح لك هنا ان انت لازم نكون عندك وتنتضم للدسكورد ومن خلال الدسكورد وتقدر تولد اي نص تكتب البرومبت ومن خلال برومبت هيولد لك فيديو بالزكاء الاصطناعي. طبعا دي شوية معلومات ويوضح لك الاداة تقدر تقدم لك ايه? خلينا نروح نتجربها. كل عليك ان انت تضغط على جنوريت فيديو. هيحاولنا مباشرة الى الدسكورد ولازم يكون عندك طبعا حساب في الدسكورد وتقدر تسجل فيه بسهولة جدا زي اي منصة. كل عليك هتضغط على اكسبت بعدك هنضغط على مباشرة انا هحاولنا على الواجهة دي. اضغط على كده وبعد كده اضغط على بقول انت مشترك في الاداة ولا اقول له بعدك هنختار يعني الاختار ده عشان يدخلنا نشوف الاداة. وطبعا دي بعض الشروط والاستخدام الخاصة بالاداة تقدر تشوفها وتقرأها يعني على حسب حاجة حاجة بقى. يعني تفتحهم كده وتشوف كل حاجة. اقول له عليك بعد كده هتنتقل الى اللي زهررنا هنا على الجنب. هتضغط عليها هيحولك للواجهة دي. هتلاقي ناس بتبعت برومبت وبيتم التوليد لهم فيديوهات. طبعا هو بيولد فيديوهات شبه الحقيقية تحس انها متصورة بالكاميرا. سي كاميرا قادمة شوية. وطبعا الفيديوهات دي تقدر تستخدمها وتحملها. وهي خلينا نجربه بنفسنا ونشوف هل نقدر نولد فيديوهات فعلا زي دي. كل اللي علانة بعد كده عشان نولد فيديو. هتقف هنا وبعد كده تضغط على علامة البلس دي. بعد كده نختار على بعد كده نختار بعد كده تكتب البرومبت بتاعك. والبرومبت اللي انا استخدمه هو طفل اللي بيلعب في جنينا بتاعت المنزل او الحضيقة بتاعت المنزل. وبعد كده ابعت له انتر. قال ان هو كده استلم الطلب ويجري العمل عليه. فكل اللي عليك هو الانتظار لحد ما يتمي الانهاء منه. وكمان اعطلنا لينك ده اللي هو ضغط على لينك يحاولك على الموقع بتاعي اللي هو من خلال لو تقدر تشوف الفيديو بتاعك كمان هنشوفه هنا يعني يعني ممكن تشوفه داخل وكمان تقدر تشوفه من خلال الرابط ده. فخلينا انتظر لحد ما يتمي الانتهاء منه ونشوف الفيديو اللي هيطلع لنا. فور الانتهاء ظهرت لنا النتيجة دي. وطبعا الموضوع بياخد شوية وقت. هو طبعا فيديو من سانيتين لطفل بيلعب في حديقة. قد يكون البرومبت اللي انا كاتبه مش كويس قوي. ولكن تقدر تكتب برومبت اكثر دقة. عشان يطلع لك نتائج احسن. طبعا تقدر تحمل الفيديو بشكل مجاني من خلال ضغط على علامة الدول لوك كده. هتلاقي تم التحميل على طول. بيقول لك ريموف ووتر مارك. اللي هي الووتر مارك اللي ظهر هنا او العلامة المائية اللي هي ظهر هنا. لو ضغطت عليها طبعا هطلب منك ان انت تشترك في خطة مدفوعة لكن تقدر تستخدمه بالعلامة المائية دي بشكل مجاني ودي حاجة حلوة يعني انت عادي ممكن تتجاوز العلامة المائية دي او تحط عليها لوجو او اي حاجة خاصة بيك بحيث ما تكونش ظهرة. هنضغط تاني على العلامة ونختار على يوز اب وبعد كي نختار على كريت هيفتح لنا علامة البرومبت دي عشان نكتب له البرومبت التاني. والبرومبت اللي انا هكتبه هو عبارة عن منارة صغيرة في البحر والموك طبعا اه شغال وكده. فهبعد له ونستنى نشوف النتيجة. هل هتطلع كويسة ولا? انه يطلع مشهد قريب للحقيقة يعني منارة في البحر والموك حوالين منها وكده. فرضا ان انا بعمل فيديو عن حاجة زي دي ومحتاج فيديو زي ده. فاشوف هل هيقدر يولد لي حاجة زي دي ولا لا? كل عالي الانتظار بعد ارسال البرومبت. مباشرة اعتبر النتيجة دي طبعا خلنا نشوفها كده. يعني اعتبر منارة فعلا في وسط البحر. او المشهد بيكون سانيتين بس. ونفس الحاجات ظاهر عليها وتقدر تشيلها زي ما احنا قلنا تحط عليها لوجوه او اي حاجة. وكمان تقدر تحملهم الضغط على العلامة دولود هتلاقيهم بوشرة انتم تحميله معك. وهنشوف كده يكون جاودوتك كويسة يعني الصراحة. خلانا نجربه كمان لو ضغطنا تاني واخترنا برومبت. عايزين نختار برومبت من نوع تاني بحيث نجربه في كزا شكل يعني احنا جربناه في حاجة شبهة الحقيقة. ونضطل علينا حاجة يعتبر حقيقة ودخلها في الكارتون شوية. خلانا نجربه في برومبت التاني. كتبت له قطة عبارة عن روبوت. بيأكل سباجتتي. ماكرون سباجتتي يعني. وهنا خلي نوع الرسمة. ديجيتال ارت. طبعا تقدر تكتب له نوع الرسمة لو انت عزيز 3D او عايزها رسمة حقيقية او عايزها ديجيتال او حسب الحاجة اللي انت عايزها. بعد كده اضغط على سند. وخلانا نستنى نشوف النتيجة اللي هتطلع هتكون عاملة ازاي. وان شاء الله كل نتيجة كويسة يعني مرضية. انا حاسس نوع كويس لكن انا جربت ادوات تانية كانت احسن الصراحة في فيديوهات قبل كده تقدر ترجع لها. وبتدي نتيجة اسرع ويدقة اعلى. مباشرة ان اعطال النتيجة دي. وهو كتطلع هو بطبخ هو اللي سباجتتي مش بيأكلها. ولكن يعني يا فب الغرض. فهو الصراحة دي حاجة جديدة ولسه الادوات بتتطور في انشاء الفيديوهات من خلال النصوص. ولازم ان تكتب برنبط كويس جدا. وفي النهاية سيب لك رابط اداة بليب كت. اذا انا شرحتها دلوقتي في وصف الفيديو. كمان سيب لك رابط اداوات تانية قد تكون افضل يعني ممكن تجربها بشكل مجاني برضو. وتستخدمها. واتمنىك كنت استفدت من الفيديو. لو استفدت تنخلش على لايك واشتراك. كان معك احمد من قناة منستر المعلوميات. وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.